اهلا بكم مرة اخرى بعد توقفها لاشهر تستعد روسيا والولايات المتحدة لاستناف المحادثات بشأن التفتيش على المواقع النووية بموجب معاهدة ستارت الجديدة وذلك خلال الاسابيع المقبلة بلومبيرغ نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية قوله بأنه يتم الاعداد لعقد اجتماع للجنة التشاورية الثنائية رافضان الافصاح عن مكاني او موعد انعقادي هذا اللقاء لكن اكد في ذات الوقت بأن هذا اللقاء لن يعقد في جنيف وهو المكان المعتاد ورجح شخصاني في موسكو مطلعاني على المناقشات وطلبا عدم الكشف عن هويتهما بأن تحتضين القاهرة هذا الاجتماع على مريكيا الروسية في الفترة ما بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر من العام الحالي في عقابي استهداف روسيا للبنية التحتية للطاقة اكد الرئيس الأوكراني فرودمير زيلنسكي انقطاع الكهرباء عن قربة 4 ملايين شخص من مواطنين في الازنى اظهرت مقاطع فيديو استخدام القوات الوكرانية لمدافع بولندية بولندية لدى الصنع من طراز كراب لقصف قوات الروسية على الحدود بين منطقتين دونتسك ولوغانسك قالت سفيرة الولايات المتحدة الى الامم المتحدة لنداتو ما اسمع ان الادارة الامريكية تركز على احتياجات اوكرانيا للطاقة ولن تسمح بان يتعرض النازحون الاوكرانيون لسقيع او مجع كيف تركز على المتحدة الى الامريكية لديه ا Urbanانيڈالي والاكتاب كلها الكثير من الاش في المدائلات طوال هذه المدائلات أيضا أوجد بالإد你的 المحلات الخاصة بشكل تنظر بسماعي يمد بسماعي اللهم بشكل تعليم في المدينة المستوى للشحة الزمن الماركة في سائل أن أضع في نحيح دولة أين نحوات الوصول عن سماعي بسماعيّ وشعري في المدينة المستوى للدولة سوف نتحق على نايف وزير البنية التحتيئة الأوكراني بأن كيف تريد توسيع اتفاق تصدير الحبو في البحر الأسود ليشمل المزيد من الموانئ والسلع وتأمل في اتخاذ قرار بتمديد الاتفاقية لمدة عام على الأقل حيث ينتهي هذا الاتفاق الذي خفف من أزمة الغذاء العالمية خلال فتح ثلاث بوانيا أوكرانية رئيسية وقت الغزو الروسي في التاسع عشر من نوفمبر وسمحت الصفقة بتسليم حوالي أكثر من أو بتسليم أكثر من عشرة مليون طن من المواد الغذائية الأوكرانية معظم ومن الحبوب إلى الأسواق الخارجية منذ الاتفاق في يوليو في ظل إحتدام المعارك شرقان تعهد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي بعدم التخلي عن سنتيمتر واحد لصالحي روسيا في الأزمة الشرقية من بلاده يتمنى الأكثر من الأفضل أكثر منهم نسكر في العالم من لكناسبة أكثر من خلال الجزء على دونب الأزمة لا نعود أي سمتنا فيها. أتمنى أجل 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 أجلنا في دونباز. دعات الخارجية الأمريكية موسكو إلى ظهر مؤشرات على رغبتها في بدي مفاوضات مع كيف عوضا عن استمرار استهدافها للشعب الأوكراني وبنية التحتية. هناك عشرة بينما يتلكونا. هناك عشرة بينما يتبعوني يمكنني الإشارة في بديو استراء وموضوحات والموضحة بالتعرف بُغيخية لتطوير بشكل مديهة عوضا عن طاقة وأجل لتشبه إلى مجتمع برنام المتقدمة والتقيمة والتقيمة المتقدمة والإنفرارة بشكل مستخدمية والتقيمة والتحمر من أجل الأمم والليزرى بطاقة اشتركوا في قناة السرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي